موسيقى مساء الخير عهد المحاسبة بدأ والمتسببون بإهدار دماء الشهداء سيسحبون كالشعر من أبو عجيني اليوم كان توقيف علي الحجيري رئيس البلدية السابق المغمد بسيوف زرق الرجل الذي ظل صديقا لكبار الشخصيات النافذة سياسيا وعسكريا وغدا وبناء على الوعد سوف لن تغطي السياسة أي من الضالعين في مساندة الإرهاب وليكون فوق رؤوسهم خيمة أو طائية وبتوقيف أبو عجيني يفترض أن تستدعى الخميرة لأن رئيس بلدية واحدا ما كان ليتعاظم ويتضخم وينتفخ لو لا الحماية السياسية ورفضه بزيارات رافعة للشأن وبمنحه جدارا من الإسمنت السياسي العازل للخرق العسكري والرجل الموقوف هو نفسه من قاتل له تيار المستقبل في معركة بلدية هو عينه الزائر لمعراب وبيت الوسط على صورة قيادي من هذا الزمان يقدم له سمير جعجع الشكر على أعماله الخيرية ويرفضه الرئيس سعد الحريري بجرعة دعم على الكتف وبأرشيف غير ببعيد تطبطه الكاميرا الحية داعيا أهالي عرسال إلى حمل السلاح في سياراتهم ومواجهة القوى الأمنية والجيش يا آتل يا مأتول ولدى تدبير كمين للجيش الذي استشهد خلاله النقيب بيار بشعلاني والرقيب خالد زهرمان برر أبو عجيني أن الجيش كان بلباس مدني كلها أقوال على أفعال أدت إلى سوق أبو عجيني نحو وزارة الدفاع في اليرزي لبدء تحقيق سيشكل أول طرف في خيط طويل والتحقيقات تستند إلى مرجعية مسؤولة تعلن يوميا التزامها الطرق القانونية وآخر الكلام وأكثره تصويبا هو ما جاء على لسان رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون اليوم عندما قال إن من سلم الأرض بات خارج المحاسبة ومن حررها أصبح وكأنه مسؤول عما حصل في السابق واللغط الوطني الذي دل عليه رئيس الجمهورية يتمادى في قلب الحقيقة ويحول المنتصر إلى مهزوم لا بل ومتهم واجب تقديمه للمحاكمة وتلك إساءة لأرواح من استشهدوا وضحوا وقدموا دماءهم لكي لا يبقى جرد محتلا وأرهاب يفتك بالحدود وقرى الحدود ويرسل لمدننا هدايا من موت ونار لم ينشأ أبو عجين من فراغ ما كان أبو طائي ليهدد الجيش ويخطف جنوده من عبث فهؤلاء لهم منصة سياسية راحت باسم أهالي عرسال تدفع باتجاه تعزيز وجود الإرهاب وأعطائه ذريعة ليبقى والتاريخ لا ينسى زيارات نواب إلى عرسال تحريض وتأليب على الجيش من نواب أرداهم القدر وزراء انزرع الإرهاب وتماده لأنه لم نشهد في تلك المرحلة على الرجال الرجال فيما كان أبطال الميدان جيشا ومقاومة ممنوعون من الاقتراب اليوم كلام آخر لم يعد فيه مكان لأصحاب نصف الموقف وانتظار القرار معلبا من المصدر وانتظار القرار وانتظار القرار